دعم لمشروع الرئيس قيس سعيد ومسار 25 جويلة يطالب بالتشاركية في أعداد مرسومة لانتخابات يهاجم حركة النهضة ولا يعتبرها حزب سياسي ينتقد أيضا العمل الدبلوماسي التونسي ذيفنا اليوم رئيس حزب تأسس في 2019 سرحان الناصر رئيس حزب التحالف من أجل تونس مرحبا بيك أستاذ وشكرا على قبول الدعوة أهلا وسهلا مرحبا بيك كيف تمستمعين نبدأ وحوارنا بحدث كبير صار البارح تقريبا في العالم وفاة ميخايل جورباتشوف آخر زعماء الاتحاد السوفيتي كيف يشتعلق على إنجازات هذا الشخص اللي شد السلطة من تقريبا تسعة وثمانين وواحدة وتسعين إنجازات هذا الشخص ما هي تقييمت لها؟ ميخايل جورباتشوف كان من أهم إنجازات وإنهاء الحرب البردة نعرف أن الحرب البردة كانت تتت على الاتحاد السوفيتي وكانت أساس الطيوح بتاعه من إنجازات والمرور بروسيا من الاتحاد السوفيتي إلى روسيا بي يعني أقل حدة وأقل مشاكل خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث سنين تقريبا شخص هذا عمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية في الاتحاد السوفيتي أنهاء الاتحاد السوفيتي إنهاء الحرب البردة وألغى الدور الدستوري لحزب الشيوعي يعني هذه إنجازات تقريبا في أقل من ثلاث سنين ثانيين من بعدك قام بالاستقادة اليوم في تونس عم القدرة استاذ أنه بش نقوم بإصلاحات في ظرف وجيز وخاصة إصلاحات اجتماعية واقتصادية أكيد أكيد فما أسلاحات الاقتصادية والاجتماعية في فترة استثنائية كما اللي نعيشوها اليوم كنا في مرحلة متع عشر سنوات فيها برلمان عنده كل الصلاة التقريب فما تفرق بين ثلاثة رؤساء رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية شيء اللي عطل العديد من الإنجازات فماش أمبرونور ديسيزيون فماش واحد ياخد قرار ويكمل المشروع فما ثلاثة جهات تتصارع فيما بينها وديما تلقى جهة هي اللي موجودة على جنب متنجمش تعمل بيها إنجازات متنجمش تعمل بيها إصلاحات الفترة الاستثنائية اللي دخلناها في تونس مع المراسيم وتوحد الدولة وتوحد السلطات في يد رئيس الجمهورية لفترة استثنائية يمكنوا من هذه الإصلاحات أنه يمررها بسهولة لكن الإشكال وقت يكون ماسك زمام السلطة يحب يعمل إصلاحات لكن ما عندوش الفريق اللي يوصلوا للإصلاحات لماذا بدنا بقرباتشوف؟ لأنه وقت تكون ثم إرادة سياسية للإصلاح ممكن يصير الإصلاح يعني شخص يعني أعمل إصلاحات وخلى ممكن روسيا في جانب اقتصادي واجتماعي مسألة يعني وأصلاحات كبيرة وجذرية ألغى الدور الدستوري الحزب الشويع يعني شكون وقتها كان يتجرأ على هذا الحزب الشويع اللي هو خارج من وسط هذا الحزب إذن عليش نستلمون هذه التجربة؟ لا هيش بعيدة على التجربة اللي عنها أنه ألغية دستور 2014 اللي كانت ترتكز عليه أساسا حركة النهضة والمتحالفين معها نعرف أنه الفترة الأخيرة كانت حركة النهضة هي المسيطرة على المشهد السياسي في تونس حتى وأن لا تحكم بصفة مباشرة كانت هي المسيطرة على المشهد السياسي وإلغاء هذا الدور على حركة النهضة للحزب اللي نعتبره كان الحزب الحاكم في فترة الأخيرة يعتبر جرأة كبيرة ومقام به قيس عيد في 25 جولي 2021 جرأة كبيرة وشجاعة كبيرة وسطنا المرحلة أنه بدينا في بناء جمهورية جديدة جمهورية لازم تقوم على إصلاحات اقتصادية واجتماعية مهمة جدا لتغيير المنوال التنموي والمنوال الاقتصادي والمرور إلى مرحلة البناء الجديد وازدهار الدولة التنصية حسب رأيك ما هي الانجازات اللي قام بها قيس عيد منذ 25 جولي 2021؟ أهم حاجة رتحنا من الطبقة السياسية السابقة هذا انجاز يشكر علي لانيسانس وبروز جيل سياسي جديد اليوم البلاد لازمها نفس جديد لازمها روح جديدة شفنا أنه أحزاب عريقة وأحزاب كبيرة كانت تنشط من قبل الثورة من قبل من وقت بورقيبة ومن وقت زين العبدين بن علي إلى ما بعد 2011 طبقة السياسية كانت أهم معناها انتظاراتها الحكم والمنصب واقتسام غريبية المنصب ولكن هذا ما يوكلش الخبس كما نقولوا يعني الشعب ما يحققش نمو هذي لماذا؟ لا بالعكس هذا انجاز مهم منه نتعداه لمرحلة جديدة الطبقة السياسية اللي قتلك رتحنا منها حسن الوضع الاقتصادي أكيد أكيد مع الوضع السياسي وتحسين الوضع السياسي ممكن إجراءات اقتصادية واجتماعية لفائدة المواطنين هذا يراو مقصد سؤالي ما هي انجاز القيس السعادة أحنا في العشر سنوات الأخيرة الأحزاب السياسية اللي كانت تحكم اللي قتلك رتحنا منهم اليوم وخاصة ان الطبقة الانتهازية هذا على المستوى السياسي وطبقة الفاشلة انت كيفاش مش تعمل انجازات واصلاحات اقتصادية وقت اللي كانوا عندك ناس ما يمنين على الحكم ويغتنموا في الشأن الاقتصادي وفي مشاريع الاستثمار وفي ثروات البلاد وفي ثروات الدولة وفي حقوق المواطنين في العيش الكريم وفي تنمية اقتصادية كبيرة وإيجابية لمصالح الأحزاب متاحهم والمصالح الشخصية اليوم انت بطبقة سياسية جديدة وبمشهد سياسي جديد وبتقليص كما نقولوا احنا مهام البرلمان اللي كان اهم دور ليه التشريع وفي العشرة سنين اللي فاتوا نساوي التشريع واتلهاو بالصمصرة الاقتصادية وبالصمصرة في المشاريع وبالصمصرة في الميزانيات وبالصمصرة في التراخيص هذي اللي صار في العشرة سنين انت عندك عام تحكم بالمراسيم بالمئة وسبعتهاش ولا يقدر ان يستطيع ان يفعل شيء على المستوى الاقتصادي الاقتصادي اساسا عليش على خاطر الاقتصاد يمر بقوانين ومر بمنويل تنمية جديد ومر باصلاحات جوهرية في كل ما له علاقة بالشأن الاقتصادي وهذا ليس دور رئيس الجمهورية نعرف انه رئيس الجمهورية عنده الجانب السياسي دوره في الاقتصاد هو الاستقرار السياسي اللي مر به بعد استفتاء 25 جوليه 2020 توى نجمو نحكيو على الشأن الاقتصادي توى مع برلمان صلاحياته معروفة ومهامه معروفة توى مع مجلس الجيهات والاقاليم صلاحياته معروفة ومهامه معروفة اليوم نجمو نحكيو بعد انتخابات 17 ديسمبر 2020 بعد ما يكون عندك برلمان يرتقي الى قيمة الشعب التونسي وإلى دولة تونسية وقته نجمو نحكيو على الاصلاحات الاقتصادية صلاحيات مثل 117 الموجودة عند رئيس الجمهورية قيس سعيد ممكن فما نحكيش على الاصلاحات الكبرى يمكن الاقتصادية اللي تتطلب 3 و 4 سنين بيشتظر وهذا نفهمه ولكن ثم اصلاحات عاجلة عليش تعتبر الرئيس مشاه ممكن كان في الاصلاحات السياسية وركز اكثر في الاصلاحات السياسية فقط ونسأل جانب الاجتماعي والاقتصادي شوف الجانب الاقتصادي اساسا هو اللي يعطيك الاستقرار الاجتماعي خاصة مع شريك مثل الاتحاد العمطنسي للشغل التنمية والانجازات الاقتصادية هي اللي تعطيك الانستابيليتي سوسيال لهنا رئيس الجمهورية عنده اشكال انه حتى وان يملك المراسيم بحكم ال 117 عنده المراسيم اللي ينجم يقرر ما يريد لكن يفتقد لي شيء مهم اللي هو الفريق الحكومي اللي يلزم يخدم على الاقتصاد الكفاءات في فريق العمل بقصر قرطاج احنا نعرفه وهذا شيء لا يخفى حتى واني من مساندي مسار 25 جوليا وما يفعله رئيس الجمهورية الاستاذ قاي سعيد الا انه نعرفه انه غير محاط بكفاءات اقتصادية وكفاءات في الشأن الاجتماعي وكفاءات اللي تعطي حلول شوفنا فريق فريق العمل هي الحكومة الحكومة وقصر قرطاج عليه قصر قرطاج بدرجة أولى الحكومة تنافذ استراتيجيات وتصورات رئيس الدولة نحن اليوم في نظام رئيسي ما دخل ليش قصر قرطاج قصر قرطاج مستشارين مستشارين لكن هم اليوم انت سألتني على المراسيم اللي بيد رئيس الجمهورية اللي نجم يقدم بهم والنجم يحكم بهم والنجم يعمل بهم اصلاحات رئيس الجمهورية محاط بمستشارين عندهم دور مهم مثل دور الحكومة الحكومة دورها تنفيذي الحكومة دورها تنفيذي نحكي على مستشاري رئيس الجمهورية اللي ما نعرفوهمش اللي ما نعرفوهمش اللي شوفنا فيهم العديد من الاستقالات والعديد من الاقالات العديد من الدخول والخروج على مهام الاستشاري لرئيسة الجمهورية هذة ما يعطيكش عند رئيس الجمهورية كيف كيف الحكومة هذه دورها تسير شؤون الشؤون الإدارية للدولة حكومة تسير أعمالها نعم نعم منذ بدايتها الحكومة التي تستنى منها إنجازات وتستنى منها أصلاحات كبيرة وتستنى منها مشاريع تنفذ في الدولة يجب أن تكون لها رؤية سابقة ورؤية شاملة وهذا دور الأحزاب في العمل السياسي الأحزاب هي اللي عندها البرامج وهي اللي عندها الرؤية وهي اللي عندها الاستراتيجي بحكم كفاءات اللي يكونوا موجودة في الأحزاب وهما شركاء في الحكم في المنظومة التنفيذية وهما اللي يعطيوا الطرح الاقتصادي والاجتماعي والرؤية على مدى المتوسط والبعيد خاصة لكن حكومة نجلة بودن عندما تسلمت مهامها كانت لتسيير شؤون الإدارية للبلاد ونعرف اللي هما جلهم من الموظفين السامين في الدولة ومن المديرين العامين في الدولة هذو ما ينجم يعطيك الاكزيكيوشيون أما الاستراتيجي والبرامج والرؤية ما تنجمش تعمل عليهم لذلك احنا ننتظر مرور البرلمان ونشأة طبقة سياسية جديدة في البرلمان مش تكون فهم حاملة انتخابية أكيد وفي الحاملة الانتخابية تتقدم البرامج متاع الأحزاب لهناه لهناه يلزم الطبقة السياسية جديدة والنواب الجدود اللي مش يكونوا في البرلمان في الفين واثين وعشرين يكونوا قد تعلموا الدرس من الفترة السابقة ويعرفوا أنه لوعود ما توصلش واللي يحب يقدم برنامج يقدم برنامج برؤية واضحة؟ إذن أنت تعتبرها حكومة تسير أو تصريف أعمال هدايا سرحان ناصري ماذا يعتبر الحكومة نجلة بودن ولكن الرئيس تقريبا بعض الأشخاص اللي كانوا محاطين بهم ما تفهمش معهم هشام المشيشي هو لعينه غلطة إلياس الفخفاخ من بعدك نادي عكاشة وشفت اللي صار إذن هل رئيس الدولة يسيء لاختيار أم ماذا بالضبط سرحان ناصري؟ نعم نقولوها وقلناها قبل مشكلة عند رئيس الدولة أنه أعطى ثيقته الناس ما تستهلش لم يكن محاط برجالات الدولة رجالات الدولة رأوا نحكيوا على نساء ورجال البلاد كان يمشي بالثقة ناس إذن ما كتجاندر اللغة سرحان ناصري لا لا معنا كلامنا واضح رئيس الجمهورية أساءل اختيار وقلنا معناها رئيس الجمهورية ممكن المحيط متاعه كان محيط أكاديمي من رجالات التربية من رجالات التعليم العالي من الأكاديميين لكن تحب ولا تكره يلزمك حكومة ويزمك مسؤولين يجنجلوا شمعتها يجنجل؟ سياسيين سياسيين محنكين عندهم رؤية عندهم تجربة عندهم خبرة عندهم علاقات نادي عكاشة كانت من أقرب الناس إلى رئيس الدولة نعم وشفنا المصيبة اللي جات بعد نادي عكاشة من أقرب الناس لرئيس الدولة ونعرف أنه في فترة وجود نادي عكاشة كان فم بلوكاج على رئيس الجمهورية وما يدخل حد الرئيس الجمهورية وكانت هي معناها الحاكمة بأمرها في ديوان رئيس الجمهورية ونعرف ما دات الشعب علاقاتها والبوفار اللي كان عندها حتى في مؤسسات الدولة وفي الدولة العميقة هذا شو اختيار من رئيس الجمهورية وفجأة أنه انتهت العلاق أكيد نادي عكاشة وأين هو المشيشي وأين يوسف الشهد وأين الناس اللي كانوا قراب من رئيس الجمهورية لكلهم كانوا يستغلوا عامل الثقة من رئيس الجمهورية ليس للمسلحة الوطنية وكانوا لمقارب شخصية وهيك علش ما تلقى حتى واحد اليوم اللي هنا ولذلك رئيس الجمهورية اليوم ممكن عنده مشكل عدم ثقة بحكم ما شافوا في العامين اللي كان فيهم رئيس اللي بدا فيهم رئيس الجمهورية من المسؤولين اللي قربهم ليه ابتداءاً ابتداءاً مش ابن نادي عكاشة أو غيره ابتداءاً من عبد رؤوف بالطبيبي اللي شوفناها بعد في مواطنون ضد الانقلاب اللي غدر رئيس الجمهورية وهذو ما الناس اللي كانوا محيطين برئيس الجمهورية هذو ما يكون الغدر رئيس الجمهورية نعم لكن سيد رئيس الجمهورية انت أسأت الاختيار انت أسأت الاختيار شوف ما تفهموش يمشي على روح وفما يكون من المسؤولين اللي خرج وقدم استقالة ولا طلب اعفاء من رئيس الجمهورية ولا رئيس الجمهورية اعفاء ومشي يستكفى بروحه واحترم واجب التحفظ احنا شوفنا مسؤولين من من الصف الاول اللي ولينا نسمعه في التسريبات ولينا نسمعه في معناته افشاء اسرار وعدم احترام واجب التحفظ هذو مش معناها سيد رئيس الجمهورية انك اليوم تفقد الثقة في الناس الكل مش معناها سيد رئيس الجمهورية يولي ما عنده ثقة في حتى واحد يلزموا يعرف الناس ويعطي فرصة الناس وطنيين يحبوا يخدموا البلاد اذا في الانجازات التي حققها قائس سعيد منذ توليه السلطة وايضا حتى ما بعد 25 جوليا تقريبا سرحان ناصري تم كان الانجازات على المستوى السياسي اللي اختلفوا فيها تعرف انت الاختلافات الموجودة حاليا ولكن حتى على المستوى الاجتماعي فما كان زيادة بـ 30 دينار للعائلات المعوزة تقريبا هذا الاجراء على المستوى الاجتماعي الوحيد مع بعض المشاريع الصغيرة اللي شفناها مثلا التابعة للمرأة التونسية ما هي مؤخذاتكم على رئيس الدولة باستثناء النقاط اللي كنت تذكر لي فيها تابعا شوف الشأن الاجتماعي انت اليوم الدولة تونس مؤخذاتكم بصفة عامة استنى نحكي انت جبت على الموضوع بتاع 30 دينار الدولة اليوم تشكو عجز مالي وتمر بأزمة اقتصادية خانقة اليوم غلاق الأسعار عن رونتري سكولير توا نحكيه على رونتري سكولير وتشوف الأسعار كيفاش طلعت في الكتب وفي الأدوات المدرسية وعباية خارجة من صيف وعباية خارجة من عطلة ورب يعلم بحالها هدايا راهو موش كان رئيس الجمهورية راهو عندك مؤسسات في الدولة ويلزم الانتاج يرجع ولازم لعباية تخدم على رواحة ويصير انتاج كبير في كل الموارد اللي قاعدين نخدم اللي قاعدة يستقاط منها الشعب التونسي ويستهلكها الشعب التونسي اليوم عندك أزمة كبيرة اليوم عندك أزمة كبيرة رئيس الجمهورية واحده ما نجم يعمل حد شي ما نجم يعمل حد شي هو شكو يلزم الحكومة حتى وإن هي في تسيير الأعمال وفي التسيير الإداري لأنه لازم تحكم القبضة على الاحتكار على التهاون دور الاتحاد العام تنسي لشغل مهم جدا في مفاوضاته أنه يشجع الخدام ويشجع العامل ويشجع الموظف على الانتاج والانتاجية مش كونش على الطلب بالزيادات وعلى الاضربات الحكومة مسؤولة أمام رئيس الدولة إذا هي غير نجزة أو غير راضي بها أو غير قادرة على تنفيذ سياسية رئيس الدولة ولا على الواقع فإنه على رئيس الدولة يتخذ تدابير اللازم تحب نزينه ولا تحب نحكيه بكل صراحة تحب نحكيه بكل صراحة رئيس الجمهورية أو المسؤولة الحكومة رئيس الجمهورية هو اللي قاعد يسير في الحكومة سيدة نجلة بودن هي رئيس معتها رئيس وزراء قايمة بدورها لكن أحنا شفنا حتى في المجالس الوزرية ولا واحد من الوزراء يخذ الكلمة ولا حتى السيدة نجلة بودن تخذ الكلمة في حضور سيدة رئيس الجمهورية ذلك السيدة رئيس الجمهورية وقت اللي مش يجتمع بالوزراء وبالفريق الحكومي يجب يكون عنده ملفاته سواء بالتعامل مع أعضاء الحكومة اللي هم يرجع بالنظر لسيدة نجلة بودن أو مع الفريق الأستشاري متاعه إذن أنت غير راضي على أداء حكومة غير راضي مش باللي كنا ننتظره مش باللي كنا ننتظره حتى وأنك معناها العمل الفريق الحكومي الموجود اليوم محدود محدود في كل شي إلا أنه اللي شوفناه فما العديد من المشاكل بين أعضاء الحكومة فما أعضاء من الحكومة ولو يضربوا في بعضهم فما أعضاء في الحكومة يخدموا بكلونات فما أعضاء في الحكومة اليوم هو وزير وإنت تعرف أنك جيت للوزارة لتسير المرفق اللي أنت تشرف عليه طموحك حقك أن تكون عندك طموح. فما دي كلون في الحكومة. فما وزراء في الحكومة ولا طموحهم رئاسة الحكومة. شكونهم؟ شكونهم يا إخي العبيد تعرف. لا لا تعرف. اليوم نسمع في كواليس أنه سيد وزير شؤون الاجتماعية يطبح أنه يكون رئيس حكومة. فما إشكاليات نسمع فيهم هذو ما معناها كواليس في الحكومة لكن خرجت للرأي العام. نعرف أنه فما إشكاليات بين وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية. اليوم عندك وزراء يباشر في مهامه. عندك وزير يباشر في مهامه. ويلوج على مهامه الانترنسيونال. الي هو شكون؟ لا نجمش نسميه هنا. لكن فما شكون سميت لك خاطر معروف برشا الموضوع. لكن هنا بالصدفة مرة في لينكيدين نلقى في جروب انترنسيونال في كندا. نلقى واحد من الوزراء يباشر في مهامه. نلقى واحد من الوزير يباشر في مهامه. إذا لديك مؤيدات على لينكيدين. خرجت في لينكيدين في جروب برشا الموضوع الانترنسيونال مهامه. لا واضح كلمك. ما دام عندك مؤيدات لماذا تقول اسمه؟ لا نقول. هذه هي حكومة بالنسبة لنا احنا تمشي على روحها مع البرلمان القادم. من خطير جدا مجددا تقول فيه في كون وجود كلونات داخل حكومة. ما بين مبينتك وزير الشعون الاجتماعية ووزير الداخلية. وهذا كلام تقول وانت تحمل فيه مسؤولية كلمة. مستحقا هنا يقول فيها. هذه الأعلم الكل قاد يقول فيه والصحافة الكل قاد تقول فيه. والفيسبوك قاد يقول فيه. والفيسبوك مجدما صحيح. مجدما صحيح لك فارما معلومات صحيحة. انتي معلوماتك مؤكتة. والزوز يحبوا يوليو رؤوس. ايو عمدك حتى وليت توا. وليت تعاينوا في فترة رئيس الجمهورية ولا ويشوفوا فراحهم في وزارات. الطموح مش خايب راهو. لكن كي تحب تعمل طموح سياسي. هعمل السياسة. انتي مكش سياسي اليوم. انتي رك اداري. انتي اليوم في حكومة ولا في منصب ويلي. مكش تعمل في السياسة بالوقت الحالي في الفترة الاستراثنائية. رك تسير في مرفق عام. رك تسير في شؤون ادارة. تحب تعمل السياسة اخدم السياسة. اذا يبشت جاوبنا عليه بعض الفاصل. هل تعرق لهذه المسألة العمل الحكومي وخاصة عمل نجلة بودن اللي تكرس او تعكز في واقع رئيس الدولة وتصوراته لالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة الزوز لخرين. ولكن هذا الكل بعد الفاصل. ترجمة نانسي قنقر على شمس فم. رجعنا لكم في برنامج جاستوديو شمس. ضيفنا سرحان ناصي رئيس حزبة حالف من اجل تونس مرها بيك مرة اخرى استاذ. اهلا وسهلا. اذا كنا نحكيه على او تحكي انتي وكما نعاود نقولها تتحمل مسؤوليتك في الكلام يقلت فيه لتكنت تقول فيه. زوز كلونات موجودين في هذه الحكومة. هل هذا ممكن ان يعرقل العمل الحكومي وعمل نجلة بودن؟ اكيد هو برغم من انه العمل الحكومي اليوم كما نعاود ديما نقولها. رأي الحكومات ولا الجهاز التنفيذي في اي بلاد يكون عنده رؤية وتصور للمراحل القادمة. احنا بالنسبة لنا نعيش مرحلة استثنائية. الحكومة هذي تسير شؤون. الدولة. فما حاجات لازمها تتعامل معها كما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما شوفنا دير نير مو التكاد. سؤالي واضح والله استاذ سرح معها. وانا حتى نكلم يواضح لك نحب نعطي نعطي صورة كاملة بشكي نعطي مساج. هل ممكن ان تعرقل هذه المسائل العمل الحكومي؟ بالطبيعة تعرق العمل الحكومي. بالطبيعة. اليوم انتي عندك مشكل كبير في المفاوضات مع الاتحاد لا متنسي لشغل. هذي بسبب الموجودين في الحكومة؟ لا ممكن حتى التعامل مع منظمة الاتحاد لا متنسي لشغل حتى التعامل الحكومي. نتذكر عنها الفترة اللي سبقة الاضراب العام كان فامه انسيلانس كبير من جنب الحكومي. الاتحاد يطالب باش يعمل المفاوضات وباش يقعدوا في جلسات يتفاوضوا فيها لالغاء الاضراب. وكانت فما هنسيلونس راديو من الجانب الحكومي جلسة وحدة عملت لو كان فما انسجام في العمال وكان فما تشاور وكان فما مفاوضات كان فما لقاءات دورية مع الجانب الاجتماعي رهو ما نوصلوش للمرحلة هذوما اليوم أنت في مرحلة نعيشوها دي مقبل كل ما نسمعه فما تحوير حتى في العاشرة سنين كل ما تقول أنه فما تحوير وزاري قبل الوزارات تقف الوزارات كانوا يوليوا يسيروا لكوريا جورنالية لكوتيديام تاكل الوزارة يقول لك أنا فما تحوير وزاري وممكن مش نتنحه وممكن مش نقعد ونخاف لك أن نعمل حاجاته ونغلط اليوم الوزارة زادوا فما برشا ماذا بيهم ما يخدوش قرارات يخافوا لا يغلطوا ما نعتقدش أنه رئيس الدولة وإلا رئيس الحكومة في بلهيش بيوجود هذا في حكومتها ما هو يمارفو بينشيره إذا كان المواطن العادي يعرف إذا المواطن العادي ويعرف تقعد في القاوي تسمع رحديث هذا بين المواطنين فما بالك من رأس السلطة لكن اليوم قلنا حتى من نجمه نعمل حكومة قوية وذات رؤية إلا بعد الانتخابات متاع البرلمان لكن فما حاجات اللي رئيس الجمهورية ينجم يتحرك فيها في محيطه خاصة في العمل الحكومي التحوير الوزاري صار لازم منه حاليا قبل أي وقت مضال أيهاية لازم اليوم فما التحوير الوزاري لازم يصير فما مراجعات لازم هاتس الهدف من الاستقرار المرحلة القادمة والمرور لانتخابات نزيهة وشفافة تعطينا مشهد سياسي تبني به البلاد بعض شكونهم الوزاراء اللي لازم هم يبقاوا وشكون الوزاراء اللي لازم هم يبقاوا ما نجمش نعطيك ما يقوت لك معناها احنا عنا مشكل مثلا شفنا الفترة الأخيرة مشاكل في وزارة الفلاحة فما بعض المشاكل في وزارة التجارة مشاكل في وزارة المالية برشة وزارة الصناعة فما برشة مشاكل قاعدة تصير خطر عملك تحفظات على الخارجية والديبلوماسية انت اي طبع ترى اللي لازم تغييرها ما قلت لكش تغييرها تغيير تغيير العمل الديبلوماسي والاستراتيجي ديبلوماتيك متاع البلاد والا العمل في وزارة الخارجية ولا الشؤون الخارجية مش بتغيير الوزير بتغيير الاستراتيجيات وبتغيير الرؤية وبتغيير القرار السيادي للبلاد به احنا اليوم مثلا شفنا ليفين بتاع تيكاد تيكاد ويت لكن شنو اللي صار أول حاجة نجاح نعتبروه نجاح لتيكاد منتدات تيكاد اللي صار في تونس على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الأمني مما يبعث برسائل طمئنة للمستثمرين الأجانب وللرأي العام الدولي أن تونس لو تنجم التنظم فيها منتدات هذي سينا ديبلوماسي يكونوميك تنظيمي وأمني لكن في المخرجات في المخرجات احنا شفنا عدد كبير من المشاريع المقترحة لكن تم الانتفاق إلا في ثلاث مشاريع هذي احنا شنقولو أنه الفوروم متعتكاد ما صارش لتونس صار لأفريقيا ومعقول جدا أنه المشاريع اللي كله تكون على المستوى الأفريقي على المستوى القاري لكن أنت ديبلوماسية متاعك تخليك تخدم كيفاش تاخذ أكثر مشاريع منها مثلا عندك مشاريع 92 مشروع تم التفاوض فيهم مع اليابان أي لكن على أفريقيا أنت اليوم ديبلوماسية متاعك راهو طوى تكادي نجمو من نخرجو بحد شي إذا ما تكونش فما متابعة من الجهات التونسية إذا كان ما فماش متابعة لمخرجات هذا المنتدى من طرف وزارة الخارجية من طرف وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون دولي من طرف الوكالة التونسية للاستثمار الخارجي رك ما عملت حد شي عملت حفلة ولا عملت صهرية وبعد كل حد روحها لروحه تتكشف بعد ثلاثة أربعة سنين تتكشف بعد ثلاثة أربعة سنين لكن أنت في ثلاثة أربعة سنين فما مشاريع تعطت في دول أفريقية أخرى دور الدبلوماسي التونسي السفراء اللي عندك والتمثليات الدبلوماسية اللي عندك في الدول الأفريقية إذا ما تشوف المشاريع هذي وين مش تمشي وكيفاش تونس تنجم تشارك في إنجاز هذه المشاريع عن طريق الكفاءات وعن طريق شركات تونسية وعن طريقات الخبرات التونسية اللي هم موجودين في العديد من الدول الأفريقية كانت النجم أن يتستغلها لمصلحة تونس والعمل على مثل هذه التظاهرات اللي لازمها تكون قمة الفرانكوفونية قمة الفرانكوفونية فما حاجة أخرين فما تنظيم منتديات في الاقتصاد ومنتديات استثمارية كبيرة اللي تنجم تعملها تونس عندك ما يقاهلك أنك تسوق تصورة تونس مش بالعمل التقليدي لكن بتنظيم مثل هذه المنتديات أنت قلت لثة اتفاقيات هذوكم ممكن تم الاتفاق فيهم من السابق منذ تيكاة 2016 وحتى ممكن قبل لكن ثم 92 مشروع لفائدة تونس هذو ما ممكن وان شاء الله وهذا ما نتمنى وهنا نشوفوه بعد ثلاثة سنين مجزدين على أرض الواقع مجرد اقتراحات وهذا كعليش قطلك دور الدبلوماسية ودور الدولة أن تحرص على إنجاز والوصول إلى اتفاقيات مؤكدة مع الجانب اليابان اليوم سرحان ناصري ثم تقسيم موجود فينا الصحة السياسية مع قيس سعيد ضد قيس سعيد مع 25 جوليا ضد 25 جوليا تتفق مع هذا التقسيم؟ عادي نحن نقوله نحسروا تونس نحسروا في هذا التقسيم لا 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 شوف في أي بلاد ديمقراطية فما الموالي وفما المعارض المعارضة والحكم معروف فماش دولة ما فيهيش معارضة اليوم أنك تلقى ناس معها ما صار 25 جوليا وناس ضد ما صار 25 جوليا هذا لازم يكون فما الناس ضربت في العظم رأوا بـ 25 جوليا 2021 كتشوف أحزاب سياسية اندثرت أحزاب سياسية بعدت معا بإصلاحات وضد بإصلاحات شوف المعارضة اللي عندك اليوم ضد ما عندش إصلاحات عنده هدف وحيد الرجوع للبرلمان من 2019 والرجوع إلى حركة النهضة لا لا الأغلبية يعني نحكي لك على حركة النهضة والبراشوك الكبير جبت الخلاش إيه البراشوك الكبير كان حتى عندها كان اقتلاف الكرامة اليوم ما شاء الله عندها تلاف الكرامة وعندها الجمهوري وعندها التكتل وعندها الجمهوري مش فيها جبهة الخلاص لا 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 بالله يا سمحني جبهة الخلاص فيها سيد أحمد نجيب الشابي وسيد أحمد نجيب الشابي اليوم يقول له هو حزب أمل لكن هو الحزب الجمهوري والحزب الجمهوري شنوه ما هو اسمعني التعدت لكاسكيت أما الفون هو كتشوف جبهة الخلاص كتشوف جبهة الخلاص ومواطنون ضد الانقلاب. والمجموعة متاع الاحزاب اللي تلمت مع بعضها باش قاطعوا الاستفتاء. حزب العمال والتكتل والمسار والقطب والجمهوري. تشوف هم كل واحد هايز زباتين ده. كل واحد هايز زبلاكة وكل واحد عنده مشات. وفي الاخر يتجمعوا لكل هم في جبهة الخلاص. وكل ما تسير في الافريكا متاع جبهة الخلاص. تلقى الوجوه الكل موجودة. يتفقوا في نقاط ويختلفوا في نقاط. لا ما يختلفوش في نقاط. الاتفاق الوحيد المتاعهم هو حماية حركة النهضة والعمل على ارجاء حركة النهضة للحكم. هذومة 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 هذومة. سمحني سمحني. انهم يقولك مش حزب العمال. اليوم حزب الدستوري الحر مش يكون مع النهضة. ما مستحيل انك تشوف حزب الدستوري الحر مع النهضة. لكن اينك ينشوف. نهار السبت. نهار السبت. يخرج. آآ تخرج حركة النهضة. وحركة مواطنة ضد الانقلاب وجهبات الخلاص والاحزاب الموالية لهذوما الكل يعملوا مسيرة لاسقاط الاستفتاء والغدوة تخرج عبير موسي في الدستور الحر في مسيرة في شرح بيو فيه في وسط البلاد لاسقاط الاستفتاء ويخرج سيد حامل همامي مع المجموعة اللي معاه لاسقاط الاستفتاء هما ما يتقبلوش مع بعضهم لكن هدفهم واضح احنا راو الاستفتاء مش معتها راو قيسي سعيد الاستفتاء لدستور الجمهورية الجديدة للمرور الي جمهور جديدة هذوما هذوما المجموعة الكل هيس نفس الموقع 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 اشوف الموقع تختلف انا اعطيني الوبجيكتيف في الاخر شنو الهدف متاعك الهدف متاعك انك ما نمروش لجمهورية جديدة شمعتة ما نمروش لجمهورية جديدة ما عطا نقعد في مقابل خمسة وعشرين جولي ٢٠١١٢٠ هكا هو خطر لو كان سقط الاستفتاء في خمسة وعشرين جولي ٢٠٢٢٢١ كنا نقول انه على رئيس الزجمهورية انه ينسحب. ويجي يرجع البرلمان لممارسة اعماله لتقديم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لقوانها. مش نرجع القبل 25 جوليا. علاش? على خاطر في 25 قبل 25 جوليا كانوا الناس يذومة. اما يمارسوا في في السلطة بالحكم. وقال لا يمارسوا في السلطة بالموالات. وقال لا يقعدوا هما يلاكلكوا في هيك التاريخ امتاحهم. خاطر فهم برشة احزاب في في الفين واحد وعشرين في 25 جوليا مش موجودين. كان وحزاب كبيرة. عادي جدا وصحي جدا انك تلقى ناس ضد وناس معا. كلمة قلتها قبليك نرجع قلت حركة النهضة وبراشوكاتها. فهم شخصيات وطنية في وسط جبهة الخلاص مثل احمد ناجيب الشيبي. يعني تكلمت فيهم كيفية وماذا بيه ما عادش ندخل معتها في الجدال هذي. ليه انت عديت توصيف. هذوم مجموعة بشخصياتهم الوطنية اللي تشرف على جبهة الخلاص. هو مواطنه ضد الانقلاب. انا الزهري ديما في استيديو شمسة كيكا. يجب دوما اكثر وحيد. هذوم مجموعة للأسف نأسف ان نشوفوهم في المواقف هذي. نأسف انه كنا نشوفوهم مناظلي رأي. ومواقف اليوم نشوفوهم تجار رأي ومواقف. واذا نجتمع فيه الناس الكل. المجموعة هذي اختارت لنفسها طريق واحد. كنا نشوفوهم بعين كبيرة. اليوما مجموعة هذي اختارت انها تذهب بخطة ثابتة مثل ما قلتها سابقا نحو مزبلة التاريخ. هذا موقفك الشخصي. هذا موقفي باصم علي بالعاشرة انا قلته الف مرة لهنا. القانون انتخابي ما زال ما اصدرش. سبعتاش نيوم على اصدار دعوة الناخبين. يعني لازم سبعتاش سبتمبر رئيس الدولة يصدر امر دعوة الناخبين. اليوم نهار واحد سبتمبر. الى حد الان ما عاناش مرسوم الانتخابات. وما نعرفوش اه عن انتخابات اه تشريعية في سبعتاش ديسمبر والا لا. لا عندك انتخابات تشريعية في سبعتاش ديسمبر. عندك نص قانوني. والمرسوم هذية كان اه شوف قعدنا كل المرحلة. قالنا عليها رئيس الجمهورية قبل. نشكوا فيها حتى اللي انتصير. دونك انقاس بي بكود اناجي وانضايوا في برشة وقت وبرشة جهد. في نقاشات سمحني نقاشات مفروغ منها. قولنا الهيو 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 ما يقولوا المعارضين متاعكم راولي الموقف متاعكم. يقولوا على رواحهم انا بنسبة لي ما نعتبروهم مش معارضين. معنا ناس هذوكم يخدموا على رواحهم معتجتهم خبزة قاعدين يخدموا فيها حتى الاخر رمق. حتى اللي انتوفى الانتخابات. شين يصوروا في خبزة. طونك قاعدين يقبضوا. طونك قاعدين يقبضوا. طونك قاعدين مصالحهم موجودة. اه. فاسل ايش معانتها عندهم خبزة يدفعوا عليه. شنو اللي عندهم خبزة? الناس اللي قاعدة دفع على حركة النهضة وتحب تضرب الاستفتي وتحب تضرب مسار خمسة عشرين جويلية. اه. اليوم يخدموا. اليوم الخميسة متاع حركة النهضة. اشنو هكثر اكثر من هكا وضوح مالك. يقولوا لك حتى انتي عندك موقف الدفع لي وانتي عندك خبزة زادة الدفع. شوف انا ما عنديش خبزة ندفع لها. ماني ناخذ في حد شي وحتى رئيس الجمهورية عمري ما قابلته ما نعرفوش. هم قاعدين يخذوا. هم قاعدين يخذوا. ما لأ انتي وقت اللي تشوف. من عندش كون يا استاذ. من نطيشوش لكلمك. كتوقل تقول لك انا. ني لازمنا نرجع على كلك تقول يخذوا. من يعني. كاني مش عاتي كنتهمت. جابت الخلاص ومواطنون ضد الانقلاب. اللي يعملوا في مسيرات في شرح ببورقيبة في العشرة شهور اللي فات ولا في العام اللي فات. ونشوفوا في كيران تجيب في الناس. وفي فلوس تدفع للناس. وفي فطورات تتعطى للناس. وفي تحركات. في اجتماعات وفي دي كونفيرونس وفي وطلة وفي كذا. منين لهم هذو ما. موفم اللوجيستيك راهم اوش سهل. راوا التحركات انك تجيب مواطنين من تونس كاملة. بالكيران باش تهبطن في شرح ببورقيبة باش يعملوا مظاهرة ضد قي سعيد. راوا لازموا برشة فلوس وبرشة لوجيستيك. ونعرفوا ان الفانهم تحركة النظمة محلولة. ونعرفوا انه فما برشة طويات حتى مع جهات اجنبية. الناس هذو ما قاعدين يخدموا على روحهم. وفما لي ما يقبضش فلوس. يخدمون ناتور. اه. بعد على الاعلام سمحني. وبعد على على الاشعاعة متاع. وبعد على ظهور الاعلامي ومعاتش يتذكر اسمه. حتى في القهاوي وحتى في الجرائد ومعاتش تلقى عليه حتى مقال. ولا يشوف انه اه يرجع باش حتى يظهر مرة اخر على الساحة. حتى الناس مرضت بالاعلام. وناس مرضت بالتصور. وناس مرضت بالمناصب. وناس مرضت بالزعامة. وناس في بيله موما او سيئة. اليوم اتبار كاللالية هنا مع احترامي للجانب هذيه. عمره قريب لثمانين سنة. وما زال يحب يسطر متاع استراتيجي ومتاع مستقبل. جيل كامل على ثلاثين واربعين سنة القديم. اللي يفهمها برشة حاجات ما نجمش حتى يفهمها. اليوم الناس هذو ما اللي حب تبني وتحب تعمل. كنجيونا حكيوه في ان بروجيت ديجتاليزاسيون. رقمنا للإدارة التونسية ومشاريع في النوفيل تكنولوجي ومشاريع جديدة. اللي خابت قادة تتخرج. وقادة تمشي للخارج من الكفاءات التونسية خاطر ما تلقاش المجال متاع العمل متاعها. ما نجمش حطولي السيدين ذايا. لذلك سمحني. الناس هذو ما قاعدين يخلصوا من حركة الناد. وقاعدين يكملوا حتى الاخر رمق. وغديما عندهم مش طموح خاطر عارفوا انه الفترة الاخيرة انتهت ودخلنا. مرتزقة. مرتزقة. هاني قولتلك. مرتزقة الناس هذو ما. واستاذاك تحمس وليت في اللي قاعد تخل فيها رقم. سمحني سمحني. سمحني. سمحني مالك. ليه. عتعودي يتحمس وليت. هاني مش قولك لحظة. انا سرحان انا سرحان ناصري نتحمل مسئولية كلمي كاملة. الناس هذو مرتزقة. الناس هذو اليوم خمسة عند حركة النهضة. اليوم يخدموا مصالح. انتي تشوفهم حتى وقت اللي يتغشوا من حاجة ما يجيوكش لهنا. تلقاهم في معتها مع جهات اجنبية. اليوم وقت اللي يخرج يتكلم يقول لك اسمها. راهوا الوضع ذي موش موش له مرضي لفرنسا ولبريطانيا والناس والاتحاد الاوروبي متغش علينا والكونغرس متغش علينا. ونشوفوا في برشة الناس تمشي تتذيل قدام مبنى الكونغرس وقدام مبنى العاصمات الاوروبية وفي الاتحاد الاوروبي وفي بريكسيل. وشفنا برشة منهم قاعدين يدوروا باش يعملوا قضايا وباش قاعدين يشوهوا في سورة تونس ويقول لك الديمقراطية مضروبة عليه. شفنا ناس قاعدة قاعدة تتحاكم ولا الناس قاعدة تتشنق ولا الناس قاعدة تموت. الموت والاختيالات والمكافحة الفساد بالقضاء اللي كان يتوظف. راهوا سوفنا في العشرة السنين ما شوف نيش طوي. تتهم عبير موسي والحزب الدستوري الحر بانها قاعدة تتغذى من من قلوحنا من معاداتها لحركة النهضة. ايضا انتي كيف كيف نفس الشي قاعد اليوم كيف كيف تسب في حركة النهضة وتاخو في بعض من 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 افطارك على معادات. نعمل في بسرحيات ونعمل في افلام في شورة. نعمل في تهريج هنا كما تعمل فيه عبير موسي. بعد اذنك نكمل سؤالي واخذ اجابة. ما فمشو اجهة مقارنة بينه وبين عبير موسي من فضل. لحظة بك نكمل سؤالي مثالش للاخر كما نسمعك وجواب لي كما انت تحب. عبير موسي اليوم تقول انها هي تتغذى من حركة النهضة وبمعادتها لحركة النهضة. كيف كيف انتم خطابكم ايضا اليوم معادي لحركة النهضة. اذا شين فرقنا بكم انتم والحزب التسولي الحر في الخطاب بنحكي راوة. سهل برشا. اي. عبير موسي تتغذى. لا لا مش كيف كيف. انت توسألت ومش تجاوب انت. اي تفضل. عبير موسي تغذت ظهرت بيع معاداتها لحركة النهضة. ايوة. وفي المرحلة البرلمانية اللي فاتت الكل ضد حركة النهضة ونعرف ماذا فعلت في حركة النهضة. هذي يحسب لها. اليوم بعد ما تحت حركة النهضة. ماذا فعلت عبير موسي? عبير موسي قعدت في الكونكات هذيك. قعدت في المجال هذيك. الا المعادات لحركة النهضة لكن معاداتها لحركة النهضة بدون المرور الى الجمهورية الجديدة. موقفها ايديولوجي. موقفها ايديولوجي لكن قعد ديما ضد مسار خمسة وعشرين جولي. مسار السياسي. الاسلام السياسي انا قلت انه انتهى يوم الاستفتاء بنعم على الدستور. والهجمة اللي كليتها والتهديدات والمساجات والرسائل واللي تملحد واللي تكافر واللي تعدو الاسلام واللي تعدو الله. على خاطر قلت الاسلام السياسي انتهى في تونس بمفعول الدستور الجديد وحركة النازة انتهت. وكأنه الاسلام مربوط بحركة النازة وبأتلاف الكرامة وبالاحزاب الدينية هذه. الاسلام منهم براء. وهذا يا قاعد نشوف فيه يوميا. وتهديدات كبيرة. اما انا ما يقلقنيش. خاطر نقول فيه كلام مقتنع به. لكن انا شنوه? مع معداء. سمعني. سمعني. لا لا ما انتواجهش القضاء. ما انتواجهش القضاء. عادي. عادي اللي يلعب ما ينغرش. وانا دخلت في طرح. ما لازمنيش ننغر. كيما انا نتكلم وننهاجم فيهم. هما منحق وما انا منقول. لا ما ما جاوبتكش. الفرق شنوه? انه الدستور الحر قعد في المجال هذاك ضد الاسلام السياسي. وعداءه كبير لحركة النهضة. لكن ضد المسار التصحيحي لخمسة عشرين جويلية. يعتبروها انقلاب. احنا بالنسبة لنا ضد الايديولوجيات. ضد الاسلام السياسي لدمر البلاد. ضد الانتيازية السياسية. ضد النفاق السياسي خاطر ما تدمرش البلد كان النهضة راو. راو فما احزاب اخرى ما هيش حركة النهضة ودمرت البلاد. كيما قلب تونس اللي تحالفت مع حركة النهضة. كيما بعد ان يقبلها نيدات تونس تحالف مع حركة النهضة. كيما تحية تونس. كيما احزاب اخرى تحالفت معها. ومشيت المؤتمر وين ومؤتمر من الجمهورية. ما عادش فهمها. تكتل من الاجل الحقوق. اه حزب التكتل. كيف كيف. الاحزاب اللي خدمت في هيكي اندثرت. انتهت. انتهت. اليوم عابير موسي قعدت في المجال هيك. احنا احنا ضد هذا. ضد العشرية. مش كان حركة النهضة. ضد حتى النفاق السياسي. ضد الانتهازية. نحبوا بلاد جديدة. لكن الفرق بيناتنا. انا نخدم للمستقبل. نخدم للمستقبل. في طار تعدد حزبي وفي طار تعدد مجتمع المدني. وفي طار مؤسسات الدولة. وفي ايطال البرلمان والهيئة الدستورية. وتطبيق القانون. عابير موسي بالنسبة لها والدستوري الحر. ضد الاسلام السياسي. لكن تحب وحدها تحكم. لكن غير ما نمروا بالمسار متاع خمسة وعشرين جويلة. غير مستعرفة بالدستور الجديد. هذيها فهمش كون يحب يخلي يروحوا في تركين بتاع الاسلام السياسي والعرك. والتهريجة اللي ولينا نشوفه فيه. وبين انه ضد العشرية اللي دمرت البلاد. ونحبه نبنيه. هذا الفرق. احنا اليوم ما نفتحين باش نبنيه البلاد. باش نجيبه حاجات جديدة. باش نعمل على الاستثمار. باش نعمل. ختابكم الزوز معادي لحركة النهضة. ايه عاجبي نجبه انا ويكنت عاركو اخي حامل همامي معادي لحركة النهضة. وفي نفس المسار. احنا بالنسبة لنا فهمة فرق كبير بيننا وبين الاحزاب هذي. الاحزاب هذي ايديولوجية. احنا محناش حزب ايديولوجي. احنا الهدف متاعنا اللي كان من انشاء الحزب السياسي. تحالف من اجل تونس. كان العمل على دخول لمنظومة التشريع للعمل على التشريعات الجديدة والاصلاحات التشريعات في مجال الاقتصاد والمجال التنمية. وقلت هذو ما بدانهم يتفقوا على معارضة خمسة وعشرين جويلة. اذا من كل ما بعضهم. طوى في النقطة هذية اعتبرت انه ثم اختلاف بالرغم من انكم وعندكم. ايه. احنا بالنسبة لنا العمل السياسي متاعنا كيف نرتقي بالبلاد. كيفاش ننهضوا ببلادنا. كيفاش نطوروا بلادنا. اطور بلادك بالقوانين. وبتطبيق القانون وباحترام القانون. احنا في العاشرة سن اللي فاتوا القانون لا يطبق ولا يحترم. والقانون تعمل على المقاس. كيفاش تحب تصلح بلاد والمنظومة القانونية متاعك. الدستور الجديد. اه اه رئيس حزب التحالف ناجل تونس سرحان الناصري. هل دخل حاجز التنفيذ? نعم. كيفاش? دخل حاجز التنفيذ بعد الاعلان الرسمي على النتائج متاع الاستفتاء. تبقى. الدستور الدستور يوخل حاجز التنفيذ. اما تنجم تعمل بيه حد شي. بدون اليات بدون اليات لفرض ما جاء في الدستور. تنجم تعمل حد شي. اليوم احنا قلنا مثلا في الدستور تجريم التهرب الضريبي. وطبيض الاموال والتهرب الجبائي. ايه? شنو ما القوانين اللي عندك? ما زل تمشي بنفس القوانين متاعقبل. يلزم يجي برلمان. سمحنا. يزم يجيك برلمان. يزم يجيك برلمان يعطيك الاليات القانونية باش تنفذ ما جاء في الدستور. لذلك احنا الدستور دخل حاجز التنفيذ. لكن رئيس الجمهورية يقعد يواصل في مهمه بالمراسيم. الى ان يتم انتخاب البرلمان وتسلم وظيفته بانتخاب مجلس الجهات والاقليم. لذلك اليوم احنا قلنا انه الاستفتاء وانتخاب الدستور الجديد بنعم مهم جدا. لكن ما نجمه نعملو بيه حد شي وما يصلح لشي. اذا ما كملناش هالمسار واذا ما فاماش محكمة دستورية واذا ما فاماش برلمان وما فاماش قانون انتخابي جديد باش ما يعودش اعطينا نفس الطرح اللي فات والقانون الانتخابي سمعني والقانون الانتخابي الجديد رهو ما ينجم يكون صالح الا ما تعمل تنقيح في قانون الاحزاب وقانون الجمعيات. اي باش نرجع لك القانون الانتخابي وفي كلمة بعدك اتجاوبني وما في بيرك لي تقريبا من اه اه اولى المرات هذه اللي تصير في تونس انه زوز عنا قوانين تشريعية. عنا الدستور الجديد وعنا المية وسبعتاش. اول مرة تونس بزوز قوانين تشريعية. عليه قوانين مكملة لبعضها. هي جيل المرسوم. المرسوم مية وسبعتاش. سمعني سمعني لحظة. المرسوم مية وسبعتاش هو اللي يجيب لك الدستور الجديد. احنا في سياسة مراحل. الدستور الجديد الدستور الجديد ما تنجم تحكم به الا ما يكون عندك المؤسسات متاعك. سمعني انهارة اللي ولي عندك المرسوم. يوفى العمل به في اه بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية. التشريعية. وتركيز برلمان. نعم. بح. في المقابل وبالتوازي مع هذا عندك امر اخر او مرسوم اخر رئاسي اللي هو مية وسبعتاش. اه. اللي هو يوفى مع الانتهاء. وفي نفس الوقت عندك دستور. ايه لكن انتي اليوم كما قلت لك الدستور اليوم ما تنجمش تنفذ منه حاجة كبيرة. على خطر ما عندكش المؤسسات الدستورية اللي مش تنفذ ما جاء في الدستور. وما عندكش الالية التشريعية والقانونية المش تفذ ما جاء في الدستور. لذلك احنا من نكونوش في فراغ. اليوم هي نلغيه المية والسبعتاش يا سيدي. اي. ومش تحكم بالدستور الجديد. اي. كيف هاش تحكم بيه وما عندكش برلمان. كيف هاش تحكم بيه وما عندكش محكمة دستورية. من على الشفي LISA Markovic هذهaurais تحكم بيه اه ما عندكش الاليات اللي تحكم بيه ما جاء في الدستور. اراه الدستور. الدستور مبادئ. لكن القوانين هي الاليات اللي مش تخدم بها. هي اللي مش تجيك من. يتواصل العمل بالاحكام التشريعية. هيدا في الاحكام الانتقالية. اليوم ما عندكش برلمان. في الفصل مية وسبعتاش. اليوم ما عندكش برلمان. يبقى العمل بالفصل بالمرسوم مية وسبعتاش الى انتخاب البرلمان وتسلم وظائفه. بيهدية على الاقل بعض الاستفسارات اللي موجودة ما بين زوز قوانين من مية وسبعتاش وايضا في الدستور. اه يقول الفصل بطبيعة الحال انه يتواصل العمل في المجال التشريعي باحكام الامر الرئاسي عدد مية وسبعتاش الى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه بعد اجراء انتخابات تشريعية. اذا هذا على الاقل الموجود. فيما ما يتعلق بالقانون الانتخابي او مرسومة الانتخابات. اه عندكم شي فكرة عليه? تعرفوشي اه وينو بالضبط? على الافراد على القائمات? على الافراد مش يكون. القانون الانتخابي على الافراد. احنا سنو في اه طلبنا من رئيس الدولة. اكدلكم رئيس الدولة? احنا شاركنا في الحوار الوطني. اه. وشوفنا انه التوجه مش يكون على الافراد. وآآ آآ ننتظر. انا هو اللي حوار الوطني? حوار الوطني اللي صار في شهر جوان. اللي اشرف عليه العميد صادق بالعيد. كنا من المشاركين فيه وشوفنا معناها ماشي تماشي كله في الأفرق. وهذا هو اللي كنا حتى طالبنا به في الحوار الوطني حزب التحالف من أجل تونس كان طالب بالانتخابات على الأفراد في دورتين. وكنا طالبنا بغرفتين تشريعيتين. تتوقع وقتش تشوفوه المرسوم بالانتخابات. آآ يلزم يكون في أخرب أجال. وأحنا طلبنا من رئيس الجمهورية أنه القانون الانتخابي راوية هم الأطراف السياسية التي ستشارك في الانتخابات. لذلك يجب أن يكون بصفة تشاورية وبالصفة الشاركية بين الأطراف التي ستشارك في هذا الانتخاب في هذه العملية. بالمعارضة بمن آآ بمن آآ صوتوا بلا في على الدستور. أحنا مش نشاركوا كحزب في الانتخابة التشريعية بالطبع. أحنا احنا الهدف الآخر للانتخابات التشريعية. مع ما تكون صيغة هذا القانون الانتخابي. شوف. احنا نتعامل بإيجابية مع كل ما يأتي في الدولة. عندنا حزب سياسي يلزم يشارك في الانتخابات التشريعية. إحنا شاركنا في كل المحطات رخم. من الاستشارة الإلكترونية الوطنية إلى الحوار الوطني إلى الاستفتاء. ومازالت لدينا المحطات القادمة اللي هي الانتخابات التشريعية وانتخابات الجيهات والأقلي. مجلس الجيهات والأقلي. هذو ما يهموا حزب التحالف من أجل تونس. وسنشارك فيهم. نحاولوا أن نشاركوا بكثافة باش نكونوا أكثر تمثيل. وسنعمل على القانون الجديد. نحن طلبنا من رئيس الجمهورية مثل بقية الأطراف أن يكون الإعداد لهذا القانون الانتخابي تشاركي. لكن ديما نمشي بإيجابية. يعني حتى وإن لم يتم إشراك الأطراف السياسية في سياغة هذا القانون. ننتظر هذا القانون ونشوفه ماذا سيعطي. إذا كان قانون يستجيب لانتظاراتنا وتطلعاتنا. إذا كان قانون نزيه ويعمل على الممارسة الديمقراطية والشفافية والنزيهة في الانتخابات القادمة. وسيفرز مشهد مغاير لما رأيناه قبل. سنعمل عليه. أنتما أيضا كما قلتنا في البداية ونرجع لنقطة البداية. تمنوا بمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد. ما هو مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد؟ هذا هو السؤال. نحن نؤمن بشيء واحد. أنه البلاد مرت بحالة آآ مرضية عصيبة يجب أن تنتهي. رئيس الجمهورية ما هو إلا محطة. رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في شخصه ما هو إلا محطة. ما نجمش يفوت ليدوموندا. نحن نحب بلاد جديدة بلاد للأجيال القادمة. رئيس الجمهورية محطة وسينتهي بمرور الزمن. نتعامله معاه عليش. على خاطر القناة في استجابة. معه كمحطة وليس كمشروع. شنو مشروع رئيس الجمهورية. الناس تحكي على مشروع رئيس الجمهورية متاع البناء القاعدي والمشروع متاع الرئيس الجمهورية اللي قاعدين يسوقوله سواديزان الأطراف التفسيرية متاعه. هذي احنا ضده. مشروع البناء القاعدي احنا ضده. ما نمشيوش فيه. ما نمشيوش فيه. احنا ما نتقاسم مع رئيس الجمهورية وعليش ندعم في رئيس الجمهورية وانو سند في رئيس الجمهورية. لانو ابتدأ في مشروع اصلاحي للبلاد وكنا نطالبو به. من الجم شانا نجيو ضد رئيس الجمهورية اليوم عليش. على خاطر ما قام به خمسة وعشرين جوليا الفين وعشرين. انو اختع مع النظام البرلماني اللي كانوا مع الاسلام السياسي ومع ما كنا نراه من سمسرة. هذي حاجة. هذي حاجة. ورئيس الجمهورية اساس لدستور جمهورية جديدة. وهذا ما كنا نطالب به. ما كانت مطلب اغلب الفئات اللي في شركة في الاستشارة الإلكترونية. نعم. ما كانش اغلب اه طلب اغلب الفئات المشاركة في الاستشارة. انا كحزب سياسي كان ما طلبي. انا كحزب سياسي في اربع وشرين جوان الفين واحد وعشرين ما طلبي تفعيل فصل ثمانية. وايقالة الحكومة وايقاف العمل بالدستور في 2014. وحل البرلمان. لقيته. عليش جيني نجي ضد رئيس الجمهورية. احنا نشوفه اليوم النواية الصدقة لرئيس الجمهورية. انه يبريد ان يمر الى بلاد جديدة. الوقت فيه. نحن سنواصل دعمنا لهذا المسار. لكن برؤيتنا النقدية ظهر لي في الحوار اليوم. شفت نيكي فيش انقد العمل الحكومي والعمل الديبلوماسي والعمل برئيس الجمهورية. لكن احنا سنشارك في الانتخابات للمستقبل. شو كان ليك رئيس حزب تحالف من اجل تونس سرحان الناصري على حضورك معنا وعلى كل الاجابات اللي قدمت هنا.